شهر القوة الإيمانية شهر السلامة البدنية شهر التصالح مع الله شهر الجود والبدل والعطاء أهل علينا هذا الشهر الفضيل الذي ترفع فيه الآياد بالدعوات إلى الباري جل جلاله أن يعتق رقابنا من النيران هذا الشهر الفضيل الذي كنا ننتظره بكامل الحيوية والنشاط ونحمد الله تعالى أن مد لنا في العمر حتى أدركنا رمضان ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة محمد حتى نسوم رمضان قبل قليل استمعنا إلى بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أفادت بأنها راقبت هلال الشهر رمضان مغرب هذا اليوم وقد تبت لديها رؤية الهلال تبوتا شرعيا وعليه فإن فاتح الشهر رمضان هو يوم غد الخميس بإذن الله تعالى وعلينا أيها الأحبة الكرام أننا نتبع سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبات السعيدة وفي هذه العبادات الربانية فمن سننه أننا ندعو عند رؤية الهلال كان صلى الله عليه وسلم ينتظر رمضان من مطلع هلال رجب وكان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان صلى الله عليه وسلم حينما يره إلى رمضان يقول الله أكبر الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله وكذا يقول هلال خير ورشد ثلاث مرات هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك آمنت بالذي خلقك آمنت بالذي خلقك ثم يقول الحمد لله الذي أذهب شهر شعبان وجاءنا بشهر رمضان فنحن أيها الأحبة الكرام سعداء نحن محظوظون أولا أن جعلنا ربنا عز وجل من أمة محمد فطوب لكل من كان ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وطوب لنا أيضا أيها الأحبة الكرام أن مدى الله لنا في العمر وأدركنا رمضان مرة أخرى هذه نعمة عظيمة لأن هناك أحبة لنا فقدناهم وانتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ولم يكتب لهم أجر وتواب الصيام والقيام في هذا الرمضان فاللهم يا رب أطل علينا العمر أطل أعمارنا وأصلح أعمالنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وتولنا يا ربنا بعنايتك ورعايتك أحبابنا في الله نحن اليوم جميعا محظوظون وعلينا أن نحسن استقبال هذا الشهر الفضيل إنه موسم عظيم من مواسم الخير إنه سوق رابحة للتجارة مع الله إنه محطة عظيمة للتزود بالتقوى ربنا عز وجل ينادين جميعا يا معشر المؤمنين ويا معشر المؤمنات ماذا يقول ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه محط للتزود بالتقوى وهذا الشهر هو شهر صيام وقيام وتلاوة للقرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنها بشارة عظيمة بأن مد الله لنا في العمر ومتعنا وإياكم بالصحة حتى أدركنا رمضان هذه بشارة عظيمة علينا أن نزفها بعضنا لبعض وهذا تبعا لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يزف هذه البشارة لصحابته يقول لهم أتاكم رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بقدوم رمضان ويشجع النفوس على العمل الصالح ويخبرهم بأن الله تعالى قد أعد لهم العدة فقد جاء في الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجان ونادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسر هذا موسم عظيم هذا شهر مبارك كريم وفد إلينا يحمل معه النفحات الربانية والعطايا الإلهية إن الدعاء في هذا الشهر الفضيل كله مسموع كل دعاء قاله العبد المؤمن مسموع وفي رمضان ربنا أنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا الشهر ربنا عز وجل يكفر فيه الدنوب ويغفر فيه السيئات هذا الشهر ربنا عز وجل يزرع الفرحة في قلوب العباد والله أيها الأحب الكرام فرحة نشعر بها الآن فرحة عظيمة لا تقدر بتمن وكأن الله تعالى يزرع يزرع في قلوب المؤمنين والمؤمنات فرحة عظيمة بقدوم هذا الشهر للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نعود إلى الماضي القديم نعود خطوات إلى الماضي ونذهب إلى المدينة المنورة ونحن الآن قبل خمسة عشر قرنا من الزمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت القبة الخضراء سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من المقصورة والصحابة الكرام يشرئبون بأعناقهم ينتظرون ماذا سوف يخاطبهم وكان اللحظة يآخر شعبان وينتظرون أول رمضان مثل هذه اللحظة التي نعيش فيها تخيلوا معي وتصوروا هذا المشهد الرائع المسجد النبوي الشريف يفوح عطرا شدية وعبقا ندية من قوة الإيمان واليقين الصحابة المكرمون من الأنصار والمهاجرين يجلسون صفوفا مترصة ينتظرون أن يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد من المقصورة سلمان الفارسي يقف عند الباب وكله آدان صاغية وأخبرنا ماذا قال النبي الكريم في خطبته في مثل هذه اللحظة في مثل هذه اللحظة لما ظهر هلال رمضان قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أمته أيها الناس أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر فرض الله صيامه وجعل قيامه تطوعا من أدى فيه فريضة كان كمن أعتقى رقبه وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه أيها الناس إنه شهر يزداد فيه رزق المؤمن إنه شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان كمن أعتقى رقبه من فطر فيه صائما كان كمن أعتقى رقبه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة فقالوا يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم نحن منا الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعطي هذا الثواب لمن فطر صائما على تمره أو على شربة ماء أو على مذقة لبن ثم قال صلى الله عليه وسلم أبشروا هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا إله إلا الله هكذا كان يخطب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته يحفزهم على العمل الصالح ويدفعهم دفعا إلى لقاء الله تعالى لأن من صام رمضان ومن أدى فيه العبادات سيكون مبشرا بالجنة فليس هناك جزاء للصائمين سوى الجنة يدخلونها بسلام آمنين قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد فبشر للصائمين وبشر للصائمات وعدنا ربنا عز وجل أننا ندخل الجنة بسلام آمنين من باب عظيم مؤمن اسمه باب الريان هذا الشهر الفضيل أيها الأحباب الكرام وقد أقبل علينا علينا أن نستقبله بالعزم القوي على فعل الخيرات وأن نستكثر من أنواع البر علينا أن نتنافس على الأعمال الصالحة لأن أهل الخير كثر الناس يتنافسون في مثل هذه الأيام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نتنافس أيها الأحبة الكرام على الصيام وعلى القيام وعلى تلاوة القرآن نتنافس على إطعام الطعام نتنافس على صلة الأرحام نتنافس على إفشاء السلام نتنافس على الصلاة بالليل والناس نيام نتنافس بأن نقوم بمبادرات إنسانية تكافولية رحمة بالضعفاء رحمة بالمساكين نقوم بمواساة المستضعفين نملأ أوقاتنا بتلاوة القرآن ومجالس الذكر والمذاكرة نكتر من الدعاء نكتر من الإبتغال للمولى عز وجل نحذر من الكذب نحذر من الغيبة والخيانة والنميمة نحذر من الظلم نحذر من المعاصي نحذر من الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه علينا جميعا أيها الأحباب الكرام وقد أكرمنا الله تعالى بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أكرمنا بأن مدلنا في العمر ووهبنا الصحة والعافية علينا أن نوطن أنفسنا ونحث أزواجنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا نحثهم على العمل الصالح وعلى التقوى في هذا الشهر الفضيل وهذه مناسبة للتجمعات العائلية نتجمع في موائد الإفطار كل يوم نتجمع على مائد الإفطار ونتجمع على مائدة الصحور ونذهب معا سويا الأزواج والأولاد والأحبة نذهب جميعا إلى صلاة التراويح كل ليلة نذهب إلى المسجد نغير المساجد لكي نأخذ البركات من بيوت الله المختلفات والحمد لله بلادنا فيها الآلاف من المساجد وفيها من الأئمة والمشفعين والمقرئين من أعطاهم الله تعالى الأصوات الندية والإتقان والصوت الشجي نعمة نعم نعم كثيرة علينا أن نستحضر بشرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لنبه نجدد الإيمان في قلوبنا لا نفعل هذه العبادات تقليدا لا نفعلها رياءا لا نفعلها تماشيا مع الموضة ولكن نفعلها إيمانا بالله نفعلها احتسابا للأجر والثواب من فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من لنبه وما تأخر علينا أيها الأحباء أننا نجدد التوبة في قلوبنا فالصيام رمضان هو شهر التوبة وليس شهر الشقوة علينا أن نبتعد من أصدقاء السوء أصدقاء السوء الذين قد يضيع لنا الأوقات إما في مسائل تافهة لا حاجة بهم هذا الشهر نبحث عن أصدقاء الخير ممن يجتمعون على الذكر والمذاكرة وعلى المبادرات الاجتماعية وعلى فعل الخيرات وعلى الكلام المفيد إنه شهر عظيم إنه ما هي إلا أيام معدودات وسوف نسمع بلاء آخر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقول غدا قد ظهر هلال شوال وأنا داك سوف نشعر بأن ندم أنه مرت أيام رمضان بسرعة علينا أيها الأحباب الكرام أن نسرع في العمل الصالح فهناك مناد يناد في السماء من قبل الله تعالى يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر ولله عثقاء من النار وذلك كل ليلة علينا أن نشتهد أيها الأحبة الكرام في الصدقات لأن كل من يتصدق أو يفعل أي خير هو له الأجر سبعين مرة من أدى فيه فريضة كان كمن أعتقى رقبه ومن أدى فريضة سبعين فريضة فيما سوى كمن أدى سبعين فريضة فيما سوى ومن تصدق بصدقه كأنما أدى سبعين مرة ربنا يضرب الأعمال الصالحة في رمضان سبعين مرة فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نحسن استقبال هذا الوافد الكريم قبل أن يودعنا قبل أن يرتحل عنا علينا أن نجدد التوبة في قلوبنا علينا أن نؤمن بالله في هذه الأيام إيمانا قوية لأنه موسم التائبين علينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من تلاوة القرآن ونستكثر من الطاعات علينا أيها الأحباب الكرام أن نتعرض لنفحات الله هذه نفحة الله تعالى علينا أن نسعى إليها فما هي إلا أيام معدودات حتى يقال رمضان انتهى بعد أن يفوز فيه أقوام ويخسر فيه آخرون فاللهم يا ربي يا كريم اجعلنا ممن يفوز في رمضان اللهم أهل علينا هذا الشهر الفضيل باليمن والإيمان والخير والبركات اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم أهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم اجعله للخير ورشد آمنت بالذي خلقك والحمد لله الذي جاء بك يا رمضان اللهم يا ربي واحفظ به بلادنا اجعل هذا البلاد المغربية فيها الأمن والأمان والسلم والسلام اللهم كتر فيه خيراتنا اللهم كتر فيه الخيرات اللهم رخص فيه الأسعار اللهم رخص فيه الأسعار اللهم يا ربي يكريم اجعل التكافل الاجتماعي فيما بيننا اجعل التعاون فيما بيننا اللهم اجعل القائمين على الحكم في هذا البلد الأمين اللهم يا ربي وفقهم للعمل الصالح وارزقهم يا ربي قوة الإيمان وارزقهم المدد وارزقهم حسن التدبير وارزقهم يا رب العالمين النجاح فيما قاموا بيقومون به من أعمال مناطبهم اللهم يا رحمن يا رحيم واحفظ سلطاننا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بالسبع المثان والقرآن العظيم وبارك له في هذا الشهر الفضيل واجعل له شهر شهر مغفرة وشفاء من كل داء وسقم وعلة وبارك اللهم في ولي عهده وفي كافة أسطه الشريفة اللهم يا رب اجعل هذا الشهر الفضيل سببا لوحدة الأمة الإسلامية اللهم يا رب العالمين إن أمة محمد تصوم هذا الشهر الفضيل أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها كلها الآن على قلبي رجل واحد وعلى فكري رجل واحد وعلى منهج رجل واحد منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ببركة رمضان أعد الأمة الإسلامية إلى سابق مجدها وإلى سالف عزها اللهم وحد صفوفها اللهم وحد كلمتها اللهم ارفع رايتها اللهم اجعل جميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعلهم يا رب يتعاونون على فعل الخير واجعلهم يا رب يتحدون على فعل الصالحات واجعلهم يا رب أقوياء واجعلهم يا رب مستقلين واجعلهم يا رب ببركة رمضان أقرب إلى الرحمن بالإيمان وبالصلاة والقيام والخشوع لإبتهال اللهم تقبل منا رمضان اللهم اجعل لنا فيه أوفر النصيب في الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفي الإحسان والبدل والعطاء اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات كلنا آذان صاغية وقلوب وعية لكل الأسئلة مرحبا نبدأ أول مكالمة من أين من سيد بن نور معنا السيد خالد والسلام عليكم كدير عم الحاج وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وبخير عم الحاج كدير نبس لك الحمد لله بارك الله فيكم ومبروك عليك سيدنا رمضان الحاج الله 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 هذه نعمة عظيمة الله ملك الحمد الله ملك الحمد هذا حمد كثير تبارك الله ربي من اللي بلغنا رمضان نحن نرى محظوظين جدا الله ملك الحمد الله ملك الحمد عم الحاج الحمد لله شكر لله كدير بخير أليس معك ديك السيمانة الحل يوما أيها سدي خالد عقلت عليك أخويا قلت عليك يا مرحبا كدف ماك الأحساب الجامع أيها بإذن الله يك بخير السي عم الحاج الله يطول عمرك ويحفظك ورعاك مولاي عم الحاج داك البلاف اللي قتك ديبانينا وصدغنا وحد شوية فاش نديباني وتشير إن شاء الله بإذن الله سي خالد عاود دكرني بالعنوان ديلمسجد حتى بالحمد لله ركين واحد الوزارة المكلفة بالشول الإسلامية قامت واحد مجهود كبير وده بكين أهل الإحسان كيرمموا المساجد اللي فيهم أي إصلاح باش يكون خصوصا النسل اللي هميا بعد ديوم الجامع الرسمي الكبير عاود دكرنا سي خالد دوار دوار القويدات ولاد عمران دوار القويدات ولاد عمران ولاد عمران إقليم سيدي بن نور سيدي بن نور أي السيدي خالد لسؤولتك الأقرب مسجد إليكم شحل بناتكم المسافة من الدوار من دار الجامع أي تقريبا واحد لـ 200 متر نعم الجامع اللي لا ده بابا نقصد بين الجامع والجامع الجامع اللي قريب لكم اللي هو كبير اللي هو مزيان عدنا جامع واحد هو اللي كين في الدوار واحد اللي كين أيا 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 وخامولا بإذن الله الله يرحم الوالدين وديرنا وحد دعي ودير الخير وحد والدة وحد درخو يا رهيان الله يشافي وعافي يشافي وعافي بماذا يمتاز يمتاز فيه مؤسسة إمارة المؤمنين هذه واحد وحد الامتياز اللي علينا أن نشكر الله تعالى كثيرا على أن عمبنا عليه بنا بيد النعمة وهذا كيكون حافظ للدين الدين الحمد لله الغاية من هذه المؤسسة هي الحفاظ على الدين ثم تدبير الدنيا بمقاصر الدين والمساجد اللي قامت بها وزاة الأوقاف الشر الإسلامية يعني ما يزيد عن اتنين وخمسين ألف مسجد في ربوع المملكة الشريفة شطر منها تابع للأوقاف والشؤون الإسلامية وشطر آخر قام به أهل الإحسان وأهل الفضل بش يخض أجرهم وتوابهم في هذا العمل هذه الأمور ما كانت تكلمش عليها لأنها الحمد لله ناضية الحمد لله ده بالآن أي وحد فيكم يدخل أي مسجد غد يلقى النظافة غد يلقى الزرابي غد يلقى الإضاءة غد يلقى المياه دورة المياه النظافة مكان الوضوء غد يلقى النظافة كاملة والحراسة التامة وغد يلقى الإمام الراتب دي السلاوات الخمس وغد يلقى الحمد لله المشفع اللي غد يصلي بالناس صلى التراويح وغد يلقى الخطيب دي الجمعاء وغد يلقى الوعاد والمرشدين الذين يتناوبون على كارسي دروس الوعدي والإرشاد وغد يلقى عداد كبير الحزابة اللي يقرأ الحزب الراتب في الصباح والمساء كذلك ختمات عدنا في المغرب 52 ألف ختمة كل شهر 52 ألف ختمة قرآن كل شهر لا توجد في أي بلد بها يحفظ الله تعالى بلادنا رغم الشيء نحن ما نخافوش رغم الشدائد كنسمعه بالزلازيل والبراكين والجفاف والغلاء والحروب والضمار والتمرد هاتش يقوله لا يخيف بلادنا لأسباب كثيرة من بينها هو ختم القرآن عدنا الحمد لله ختم القرآن الكريم في بلادنا عدنا ما يزيد عن 52 ألف ختمة رسمية زائد الكتتيب القرآنية وزائد المدارس العتيقة اللي في الجبال في الجنوب في سوس ولا في الشمال ولا في الغرب ولا في الشرق ولا في الوسط كلك تقرأ القرآن 't always بهذه القراءة القرآنية بلادنا محفوظة عدنا واحد لأمر نؤمن به تابت في قلوبنا وأفكارنا وأن هذا البلد الأمين بلد محفوظ يعني النس يخافوا من الزلازل يخافوا من البراكين يخافوا من 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 إضرابات يخافوا من إنقلابات يخافوا من انفلة الأمنية يخافوا من احنا محفوظين ببركة هذه الختمات دي القرآن العظيم حتى اذا وقع الشدة انه سرعان ما تزول اشتدي ازمة تنفرجي هذه ببركة القرآن العظيم ولكن بالمقابل كالقوا بعض الدواوير بعض الدواوير لك تعاني معاناة من كون ان المساجد فيها علاقة الحال والناس فيها الساكنة ضعيفة ومن هذا المنطلق نحن نناشد وننادي المسؤولين في البلد الامين في المقدمة كان الوزارة المعنية الوزارة دي الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمعية دي السلطات المحلية في جميع الاقاليم والعملات والجماعات والمقطعات اقول في العالم القرآوي خصوصا انهم يقوموا بترميم هذه المساجد فاذا تعذر فكانت طلبوا ان شاء الله تعالى من اهل الخير اهل الخير واهل الفضل انهم يتنافسون هذا المساجد الصغرى رأى في الاصل وكيقوموا بها غير اهل الاحسان في الغالب وكأن الدولة كتقول لك خلي الناس ياخذوا الاجر والثواب دي البناء والتعمير المساجد الصغرى يتم ترميمها عن طريق اهل الاحسان والخير وكل من ساهم في بناء مسجد بنى الله له قصرا في الجنة يعني كتساهم في بناء مسجد ولو بحصات سيدنا النبي قالك ولو بحصات ولو بدرهم للاجر والثواب ان ربنا عز وجل يضمن لك قصرا في الجنة وقصور الجنة رأى من الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان هذا القصور قالك لكل عبد مؤمن سبعون قصرة في كل قصر سبعون جناح وفي كل جناح سبعون غرفة وفي كل غرفة سبعون من الخدم والحشم هذا القصور تجري من تحتها الأنهار وقال لك غرف من فوقها غرف مبنية يعني لديبليكس تجري من تحتها الأنهار بحالة شفت المشهد غينيزيا في إيطاليا ولكن لله المثل الأعلى هذا كله أجر وتواب من ساهم في بناء مسجد بالقليل أو الكثير وفي رمضان عادة تكون حملات ومساعدات مالية بغين الأحباب الكرام شو واحد من أهل الخير يقصد المنطقة إقليم سيدي بالنور إقليم سيدي بالنور دوار الكوديات أولاد عمران شو واحد من أهل الخير شو واحد من أهل الفضل شو واحد من أهل الكرام شو واحد بغى قصر في الجنة يعني الجنة بغى فيها قصور متميزة هو كل شيء غير يكون عنده قصور لأن الجنة ما فيهاش أزمة سكن كل شيء عنده قصور ولكن القصور دي اللي بنو المساجد تتراءى أنوارها من بعيد كتكون في بؤمو الجنة في حلقة دي لسانتخو فيل دي الجنة هذو كل اللي بنو مساجد لله يذكر فيها اسم الله على قدر ما الناس ركعوا وسجدوا وذكروا الله لك الأجر والتواب هذا هو الوقف لكيكون فيه أجر والتواب دائم الصداقة الجارية فكانت طلب شو واحد من أهل الخير أهل الفضل خصوصا الساكنة دي السيدة بن نور يقصدوا هذو الدوار دوار الكوديات ولاد عمران يشوفوا هذو الجامع أشخاصه ويتعاونوا عليه كل واحد شوي 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 وإن شاء الله يتصلح ويتفرش وخصوصا باش الناس يبدأوا الصلاة في هذي الأيام كان المفروض أن هذو يدار قبل رمضان هذا هو المفروض هذا هو اللي كان في البلاد الحمد لله ولكن هذه حالات استثنائية نتمنى أن نستدركها سيخالي دخويا الله يفقك الخير أنت صاحب المبادرة وانتلي وجهت النداء وإن شاء الله يسمعوا أهل الخير وغادي يقصدوا هذو المنطقة وغادي صلحوا هذو الجامع وغادي يقوموا به وإن شاء الله يكون لك في الأجر والتواب إذن جامع اللي كيتواجد في دوار الكوديات أولاد عمران سيدي بن نور أسأل الله تعالى أن يبارك في كل من يتصل من هذو الناس ويحاول لسهم معهم في بناء أهد المسجد الله يتقبل من الجميع ونتحول إلى إقليم أسفي معنا للا أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله كل شيء بخير وعلى ألف خير الحمد لله الشكر لله اللهم أمين يا رب اللهم أمين محمد ونتي في البادية البادية للأسفي للسبتكزولة كنظن ربما لا دكتور أنا بالواليدي وآسي أنا قوضة جمعة حيم وقربة حرارة تبارك الله نقل نقل ضغط أنا فيه ولكن منطقة فلاحية منطقة فلاحية ما كيش البنايات ما كيش الإضاءة العادية يعني كيبارك الهيلة شفت الهيلة لها كبير عينك شفتوه دكتور الحمد لله ده واحد من جمعة تبارك الله مطوئه وكيبالي دكش شهر تبارك الله بفي صغير تبارك الله هل جنين جنين يولد بقي صغير بقي شحه بقي العيد تبارك الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان ل zeigt سبحان من خلق فسوع سبحان الله الحمد لله الحمد لله وإنتمنى وتفكر في العائلة وتفكر في الوالدين ونصير الحمد لله دكتور اللهم ملك الحمد لله ارحمه والسعلي والوالدين ديولي وقال اموات لا اله الا الله الله يتقبل منكم لا لا الله يتقبل دكتور انا اريد ان تقول لكم حالة سؤال اخ سامي تحبني اجلبوا لا 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 اخذي راح تكالي البرنامج ديالكم والاداعة ديالكم وحنا مسخرين لكم ويحنا ما كانوا واش نقولوا باش الناس خائم الحمد لله انتيرا كتبقى عليم المرات كانت سنة وقد تقضع الخط وقد نعفقه بقبيل حال واخت فضل ديالله دكتور صراحة انا عندي سؤال وعندي طعلاب مصبع مصبع المهم المهم حد السؤال هو انا عارف الجواب تاعه تبارك الله قد هره لنا دائما معاكم تود دكتور محمد برا الله يجازكم بألف خير ولكن السؤال واحد اللي وغير نعرف يعني كما نقولوشنا يكون شافي وكافي الانسان لا حلف حلفة ديال يعني يحلف واحد الحلفة دعم ولكن صافي يعني دار ديك الحاجة والكوكو وقال اخصني نصوم ديك تلسيام بغيت غير نعرف ضعنا نعم وش انسان يصومها متابعة وليصومها متقطعة هذا هو الجاوب اللي انا بغيت نعرف الضغوش متابعة تلسيام متابعة نعم ولا متقطعة 2 وخميس وقوة ديكتورية ايها لله والطالة الثاني هي الاخص لوازنة را عندي واحدة رسالة ديالها كنقول لكم يعني انا مداخلش القانات ديال ديال المكشوفين بغيت شو واحد يعاونني يعني يعني بغيت ما شئي مداخلش للقانات يعني وثبا عارف الضغوش دياله بغيت تذكر يعني بالناس وسؤالة دكتور فريبان انا غير باب اتعصرت مع ولداتي وش اقول لي كنا ديما كان دعي بالخير قاع الناس وكان دعي بالخير لولداتي وكان دعي بالخير الجيراني والله شاد عليا لك تكذب ولك تكنغش في الهضرة وتعصرت دكتور وما كيف بك يحن فيه ولكن يعني ولداتي مدين مع القرائي ودك شو باقي قلال العقل ولمح نزاف في الدار ما عندي لما يكن صابون ما عندي تشي حاجة في الدار غير بيدية كل شي كان خدموه بكتافي ودعيت على راسي غير هدلي لان عارف هدلي ما خفتيش ندعي بالعكس قلتني ندعي بالخير وبالرحمة ولكن قلت يا ربي لك تكاري نبقى معدد حقه يا ربي الموت وما نفقش اللي عيش بهالك الله ينجيك لله الله يحب الله دكتور كان تعصرت بعد مرض وكان دعي على راسي وكن قول يا ربي اغفر لي اللي انما خفتك دعي على راسنا حرام انسان يدعي على راسه يكون في شي بكيلاء ويدعي على راسه والظروف ديالي يا دكتور ربنا مطالع بلا غير صحة ديالي يا دكتور اللي ما بقاتش عندي فانتي وعيد والله دكتور لا عيد في الدار عيد عاكش نعيد مني كان صباح الحال وانا في شقه وانا في الدور مع الوليدات كل شي كان ديروا بإيدي حتى حتى لدرجة الحمام ما عنديش الضار الحمام الحمام اللي كيعموا فيه الناس ويغسلوا انا ما عنديش يا دكتور عندي غير ميكة كان ندور على واحد الحمام وكان عاوم وليداتي بيدي بعلق تقررت يا دكتور قلت غير شي واحد لي حسبية غير غير كلمة طيبة فمتي حالي انا وليت محتاجة غير شي واحد حسبية فمتي وانا قولوا لي غير كل مزينة اللي لنسدها ونبقى عندي غير رحمة الله سبحانه وتعالى وليس كنتم دعي بعد مرات اللعافي وكن ندمها دكتور الضيلة كان نقول لها خفتني نصبر ونغضاء ولكن ما عرفش ما عرفش دكتور كيفاش غنتكمل هذه الحياة ولا وليت نعفضها دكتور ولي عندي العاصر درجة الدكتور قال لي مبقاش عندك نقطة دي الصبر وكن ندمها دكتور وكن نقول لي يا مرض غير يعدبني لسه أنا كنديره القو وعليش كنقول للهضرة الله يحفظك للا الله يحفظك للا الله يحفظك للا دكتور دعني مع موين ومع ابوه دكتور وابغيتك تعيط لي نعاودك غير شو حاجة عليهم هو مانيت غير شأحلام عليهم ولكن دكتور ما وخلل وخلل ابو حمد ديني الله يجعر بيجازيكم ويتخالنا شارش على بالرحمة وبالمغسيرة وبالغر ويجمعنا الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ببغينا وانا ما دي الحياة بغينا غير رحمة الله وبغينا غير الجنة حيث الدنيا كلها عذاب كمسي ولكن الدنيا ما غيرت يقولوا أخيبة الدنيا زوينا فيها ليتشاف وبقي فيها الحمد إلى الخير وبقي فيها كل شي ولكن غير الضغوطات والأعصاب ليولدت لي ولدت شوية طاغية علينا والله ملك الحمد كين النسطيبين اللي كيسولوا فيها اللي من الغوازنا حانان اللي من الغوازان فاطينا نقول لهم آسف كلهم كي عيطوا عليا كلهم والكي نقدم جعل تحيين جعل المكفوفات والمكفوفين اللي كي يشوفون اللي ما كي يشوفون والفضحيق واللي مريد كنقولوا لله يجع ربي يعطيكم ما تمنيته لنا وش حاجة زونا فقلبه الله يحققها ليه ولي عنده شي حاجة فقلبه خيضة الله يجع ربي هدي واربي يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم لله الله يحفظك ويرعاك يبرك فيك للأم محمد احنا قلوبنا معك لله احنا محسين بالوضعية ديالك وبهذه الظروف الصعبة ولكن ربك سبحانه وتعالى اسمه الرحمن واسمه الرحيم واسمه الكريم ان شاء الله تعالى ربي يشوفيك ويعافيك ويصوب لك الأمور ديالك للأم محمد هي الحياة كما يعلم الجميع هي هكذا الحياة يوم لك ويوم عليك خلقها الله تعالى هكذا ربي من لي خلقنا جميعا قال لنا اشنا الحياة قالنا الحياة هي ابتلاءات وهي شدائد وهي هكذا مرة عطاء ومرة منع الله تعالى من لي يعطينا النعيم كي يبغي يشوف فينا رد الفعل للشكر ومن لي ربي عز وجل يعطينا البلاء يبغي يشوف فينا رد الفعل للصبر دا ما هو سبحانه وتعالى أش بغي يشوف فيك اللي بغي يشوفك من الشاكرين راك يعطيك النعيم كي يعطيك الخير كي يعطيك البركة بشوفك شاكرا وله هو سبحانه وتعالى بغي يشوفك صابرا من أهل الصبر كي يعطيك البلاء وفي الحقيقة وفي الحقيقة شكو النسل اللي هيكونوا محضورين أكثر هما أهل الصبر لأن ربي عز وجل قال لنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حتى أن ربي عز وجل لملك غد يعطيك الشاكرين في الجنة وغد يعطيك أهل الخير ويعطيك أهل الفضل وأهل الإحسان وأهل العبادة غد يعطيهم في الجنة وغد يعطيهم كثير وغد يخلي أهل الصبر هم الأخيرين غد يقول يا ربنا إحنا في الدنيا كنا دائما مع الدناش ديما ما كيصلنا والو ودبا في الآخرة يا ربي أعطيتي الآخرين وإحنا ما قلنهم أريد أن أفرغ لكم أفرغ لكم ربي عز وجل هو لا يفرغ لأنه على كل شيء قدير يقوم بكل شيء في كل حين والمقصود أنه يعلمهم أنه غد يبقى معهم غد يقولهم أطلبوا ما شئتم وغد يبقى يعطيه ربي عز وجل للأهل الصبري غد يبقى يعطيهم غد يبقى يعطيهم غد يبقى يعطيهم يقول أطلبوا المزيد أطلبوا المزيد يقول يا ربي كثيرتش بارك علينا يقول لا أطلبوا حتى غد يقول يا ربي إن كان ولا بد لابد أن نطلب يا ربي لك ضروري نطلب منك أن تعيدنا إلى الدنيا وتعيد لنا الكرة مرة أخرى نطلقوا هذه المعاناة والشدائد ونصبر لما رأيناه من هذه الحضوة يعطي الله حضوة عظيمة لا يعطيها حتى لأكبر العباد والزغاد والإحسن والفضل الفضل الذي يعطيه الله تعالى للصابرين حتى أن الآخرين من العباد غير يشعروا بالغبن غير يشعروا بالحسر عندنا في القرآن العظيم صورة اسمها صورة التغابن التغابن يعني أن المؤمنين في الجنة ما عندهم تشعر شعور جارح إلا شعور واحد وهو الغبينة يقول يا ليتاني كن عرفت شي كن زد في الخير كن زد في الصبر كن زد في الحمد والشكر فربي عز وجل من أحبه نال منه ما نقولوش بأننا ربي عدبنا وإنما أراد أن يمتحيننا ونصبر ماذا نفعل للا أم محمد إذا أصبنا بشيء من هذا أنا عن نفسي مليكة تصعبني شيئا كثيرة سبحان الله العظيم كان أحمد ربي وشكرا لها طريقة سهلة لك نستعملها كل شيء تصوب ماذا أفعل؟ أعطل الفكر وأشغل الذكر مليكة جنيس حاجة صعيبة كبيرة فوق الطاقة ديالي يعني أشغل دير غدين أعطل الفكر ما أشغل الفكر بدماغي كيف جرى ولا لما جرى ولا كده وإنما كنحاول بعد من الخلق ونمشي شيء مكان بعيد ولا غير في البيت كنتغلق عليك الغرفة وتشغل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله كتبقى هكذا حتى تفرج والله وبالله وتالله لو بتفكر باب المنطق العقلي وتستخدم جميع الآليات على الفكر تستعمل الجانب القانوني والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي والجانب البيداغوجي والجانب النقابي والو ما تصل تحل تحل ما تصل ليه ولكن من اللي كتشغل الذكر وكتبقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد كتبقى غادل بالذكر لا إله إلا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيت اللهم قضي لأمري كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين أستغفرك يا ربي وأتوب إليك من الشرور نفسي ومن سيئات ما ما لأقغادب قد تذكر الله ما توقفش وما تفكرش أغلق التفكير مرة مرة يجي عندك إبليس ويحاول ما أمكن أنه بعدك عن الذكر ما تسمعش له وسبحان الله ولا إله إلا الله ربي عز وجل لك يصبح وكيفتح كتشرق شمس يوم جديد وغتشوف العجائب الغرائب كتشوف الحمد لله على المستوى الصحي وقد تكون مريض كتشافع بقوة الله تكون فقير ربي ياتيك بالرزق من حيث لا تدري تكون عندك خلافات من شجهة ربي كهيئ النفوس وكيجمع الشمل وربك كهيئ لك من أملك رشادة سبحانه المدد المدد من عند الله فأنتي لأم محمد مرة طيبة ومرة ذاكرة وربما يخيبك وجوابا على سؤالك الفقهي المتعلق بالحلف الكفارة لساني لحلف اشنا هو الجواب ديالو هو الجواب في قول الله عز وجل من سورة المائدة قال لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم أيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ربنا عز وجل كيقول لنبي أن اللي حلف هو لم يقصد أنه يكذب ربك لا يواخذكم لا يواخذكم كيواخذنا بما عقدتم الأيمان اللي حلف على الكذب ربك يواخذوا مؤخذة عظيمة كتسمى ذلك اليمين الغموس وكأنه غمس يده في الدم أما لساعة غضب كنا نغضبوه إحنا بشر كيوقع عليك واحد تغير خص النساء كيوقع عليهم تغير مع الدورة الشهرية مع الحائض مع تربية الأبناء مع الضغوطات الكثيرة كيوقع عليهم الله يسمح لنا منهم هؤلاء النساء وهؤلاء الرجال عموم المسلمين أشناء الكفارة الكفارة ربع الزوجة درها بهالترتيب فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كان يبدأ في الأول بالإطعام هذا الإطعام البعض يقول وش نخرجه نقدا هو الأفضل أن يكون إطعاما شوف أنت ما تطعليك النهار أنت بنفسك ربما النهار يطعليك مثلا ما تطعليك 50 درهم 100 درهم 100 درهم الناس الناس مراتب أنت غشوف ذلك النهار المتوسط ما تطعليك على نفسك ما شعلا للأسرة كلها الأسرة تكون فيها متعددة الأفراد كان الزوج والزوجة والأولاد والبنات لكن هنا المقصود غير أنت ما تطعليك النهار أنت غشوف واحد النهار له متوسط وغطأ وتطعم به المسكين مثلا خمسين درهم مثلا تعطيها كل نهار وتطعم بها عشرات المساكين كل يقل عشرين درهم كل يقل خمستاشر درهم وكل يقل أكتر ربما كيتها الله فراسو كل واحد المهم ربنا قال لنا ما حددهاش بالدراهم قال لنا من أوسط ما تطعيمون أهلكم أو كسوتهم يعني اللي ما كاش عندك لإطعام كتدي الكسوة حل في موسم البرد مثلا كان قدروا نشري بعض الفقيات ولا بعض القندرات لبعض العجزة وبعض ضعفاء وبعض نسل هما فيه ظروف صعبة أو أيتام نشري لهم اللباس دي لهم كسوة أو تحرير رقبة هذا الرقبة ما بقاش بل الحمد لله ربي أكرم العباد وصارة الحرية عاد قال لنا فمن لم يجد لما القاش بشي يصرف هذا الفلوس وبشي يكسو هذا الناس صيام ثلاث أيام ثلاث أيام لم يقل ربنا عز وجل لا متتابعات ولا متتاليات خلاها كذا صيام ثلاث أيام وما دمت أنها مطلقة نكرة مطلقة معنى أن الإنسان هو مخير يصوم اثنين الخميس يصوم الأيام البيض يفرقها يجمعها هو حر في ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى لن لأم محمد أن يفرج همك وينفس كربك وكان نطلب الله تعالى جميع الأخوات دينا هذا اللي ذكرت يوم جميعا كلهم ظروفهم صعبة ورب عز وجل لهو الغني وسبحانا من سخر هذا لهذا واحتوى واحد ما غديب قبلاش يكفي أن الإنسان يلابغى رب عز وجل يكرمه ويفتح له أبواب الحظ السعيد ويفتح له باب الرزق ويفتح له باب الخير مع الخلق يسخر للخلق سبحانه وتعالى أشياء كثيرة من بينها نتواصب بها ونقولها ونكررها نكثر من الصلاة على النبي المختار هذه الأيام المكرمة نصلي على النبي المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم نصلوا على النبي ونتغافل عن المشاكل المشاكل اللي عندنا كالغفلة وكالتغافل الغفلة محرمة الغفلة عن ذكر الله هذه من الخطايا الكبرى ولكن تغافل شنوى التغافل يعني غمض عين وسد عين يعني ما تبقاش تحكر يعني خليها على الله مشيها ويا الله وربي غد يقدم لعنده ما تبقاش تحك على الضبرة ما تبقاش تقول كيف جار ولا لما جار ولا مدى وقع خليها خليها دوز دوز واصلي على النبي صلي على النبي الكثير وسترى العجب سترى العجب والله وبالله وتالله أقسم غير حانث سترى العجب لأن الله تعالى يتجلى التجليات الربانية إذا تجلى الله تعالى انت كتنعس وفي منامك كتنزل عليك واحدة البركات على مفاصلك على الدورة الدموية على العقل على المخ على البصر على السمع على نبضة القلب على كل هرمونات وكتحس بأن انت عاش كأنك كنت في مصحة مصحة بدنية ونفسية من الطراز الرفيع هي مصحة ربانية تجلي رباني ثم كتقى ربيع عز وجل يفتحلك باب الرزق ولو غير القليل كيجعل في الله الخير الكثير لا تحتاج لا تمد يدك كياتك الله تعالى من القليل يصير فيه البركة كثيرة وعاد كياتك الله القابول مع العائلة والأحباب وعندك الرضا رضي الله عنهم وراضوا عنه هذه وصيتين أيها الأحباب الكرام لرشو التغافل نتغافل عن المشاكل والهموم ولا نقول كيف جار ولا لما جار خليها على الله ثم نشتغل بالذكر ومن أعظم الذكر الإكثار من الصلاة على النبي المختار نصل على النبي ونحن مستبشرين ونحن سعداء ونحن فريحين ونحن مبتهلين فصلوا جميعا على مقام رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ونحن في هذا اليوم الأغر الذي هو أول أيام وليالي رمضان ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام نسأل الله تعالى أن يهل علينا هذا الشهر الفضيل بالإيمان وبالإسلام وبالخير وبالبركة يسعدنا أن نستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول إلى إقليم بن جرير معنا السعبد لإله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكذا العمي الحاج لباس عليك لباس الحمد لله بارك الله فيك وشرا بروك ودعم الطيب دخل عليكم وعلى جميع المستمعين ومستمعاتها الإداءة المحبوبة وعلى جميع المغربة وعلى جلال كمالي الصحة والهنى والطوالك العمر إن شاء الله والمزيد من الخيرات نحمد الله تعالى ونشكره على هذه النعمة الذي بلغنا رمضان وجعلنا من دحينا احتنصهم هذا الشهر بإذن الله والله يوفقنا يا ربي لفعل الخيرات ويوفقنا الله تعالى عمي الطيب تحية السيسابي الإخراج الله يجزع لنا خير الجزاء والحمد لله كانت استمتع معاه كانت استمتع معاه عمي الطيب الحمد لله باش كاتسال انتك يقفل هو باش كيديه ما ذكرت الصلاة على رسول الله كاتوجيه استمي ذكرت كلمة لا إله إلا الله وين كنو حسن انسجام بينك وبينه الحمد لله الحمد لله الله يوفقه انا رك يسلم عليك رك يحييك بابتسامة عارضة الله يحاو ذك الله إلا عزيز بالله ولي لك شيف الإخراج عمي الملك يكون هو كنحس ذك لإحساس القاوي كنقول استمي هو هذا مبارك الله وفيك وفيما نختم كننقول ليه وجد لها الأغنية دي الوه يامو ليحمد وكان يحديها لكل عائلة سيد الحمد الشرعي والله يدخل عليهم ما تصحى والهنى والصحى أشمن أغنية أشمن أغنية سيد عبدالله يا الولي يا موليحمد الراكم على شارع أدعى عقلي ومشارع هذي كان هذية لعائلة سيد الحمد الشرعي أيها الحمد لله احنا في هذا الإداعى المباركة احنا سعداء عدنا وحد مدير عام سيد عبدالشرعي رجل يعني أكتر من خير أكتر من فاضل أكتر من أي صفة من صفات ممكن تقولها تنطبق عليه قلب الكبير الحمد لله والخير والبركة وكله الحمد لله وخير الحمد لله ما كتلقاش عمي الطيب منك تتصل بالإداعى الحمد لله ما كتلقاش شي واحد لك يخلي في قلبك شي كلمة ما كلا إداعى المدرات ومرحبات فضل ما كيش وحد لك يردك وليقلك وليقطع عليك الحمد لله هذا الانسجام كين وانتم ما كتشتغلوا على قلب رجلين واحد اللهم أمين والله يمتعكم كاملين والحمد لله قلنا شي كلمة على إداعى المدرات حبا فيها وفي المخرجين ديالها وفي النفط ديالها والعمال ديالها بسم الله إداعى المدرات وفي 2023 بشبكة جديدة من البرامج رهاجات وبأول إداعى بكلام الله راهي اهتمات وبالصلاة والسلام على رسول الله راهي ارصات مع السيدة محمد برة ما تبقى في قلبك درة ومعاته التي في الصباح مع الامي وهيشة ملعطاري نسمع لهم أنا في قلب داري ومعاته جابت لنا مختصين في التغذية من الأقبار جابوا لنا المعلومات في القلب الدار مع سناء الكيناني وردتنا سر الحدادة قاش من نكية تبخ وطويجنا توحلاوي هذي تيها ابنيد راديو كل شيء لها داوي جابت لنا أخبار العالم قيام وبديعين كبار اكتبوا بالقلام وجابوا لنا أخبار العالم جابوا لنا أخبار العالم مع الأخت آمن نعمي كلامها كله سر ومعاني وجابت لنا مع الأخت سوكين السلمين ومختصين في القانون رفع السماعة وما تبقى شي مخزون إلا عندك مشكلة في العقار ولا في القانون الطاف البيئي ذاعة مدرات تشعجام عندها مخزون مع الجليل المراكشي يدور بينا دويرة في الكوتشي وسارنا العالم في الكوتشي عندك حجاية ولا نكتاق ومسح دموعك من اللبكة مع المامون مبارك الدريبي أطبيب غويه السبعيبي عنده بكل وضوح غير فضفد وفوح مع سيدي الطيب كوريبان معه لموجة تسفوت زيان قلبه مفتوح لكل مجروحة ومجروح راجل خير من الكبار يواسي هذا وذاك قلبه على المكفوف راه يتحرق يقلب هنا والهي والله يحفظ لنا سيد إحمد الشرعي والله يبارك في المخرجين حتى اللي ما كنسمعوه ما كنشوفوه مش لا الأخت مجدولين ولا السيسامي عاريف ولا المهدي بنكوس ولا الصابير فوندر اللي كالتصل بهم مع الربعة الصباح وكي يمتسمو وكي يقول لك مرحبا بك مرحبا بك نعم وساعد عقال نعم وساعد عقال ولستيبو عمار القزابري الله يجزعين خير جزاء ولا السيسامي عبد الكريم وبدون سيثناء إلا سيبتش وحلي يسمح لي عساكم الله يرحم لولدين ما زل لا يحطوه إلى أسماء كثيرة أخ نعم لا لا للوفاء وللعيداء نعم للعيداء والأخت وفاء وفاء مويم بدون سيثناء الحمد لله حتى اللي معارسون شيئين تاني يباتا على ياسكي طيب بارك الله فيك الله يجزك خير ونزل أخبر سيطريق وغيرهم الحمد لله طريق بأسلام وجواد الطاهري والسير رمضاني الحمد لله كلهم كلهم واحد الإخوان عندهم واحد المحبة كبيرة وكي يشتغلوا وكي تحس بهم ودعمني ناس كي بدلوا واحد الجود باشي بحالك يصارون على الراحة دي أن نحن وديم مفرحانين لسير عطاري في الرياضة ولا كي يحسوا إداعة مضراجي فيها من كل ثنين طرف من كل ثنين طرف إجابة هذه الإداعة ووحا ثلاثة الأسئلة ودي عمي الطيب الله يزالك بأخير نعم سيدي نصبروا شوية على واحد الإخوان كي يكونوا معنا تيجيوا في رمضان وسمعت واحد سيدي قال وحد خل ما أقول كي نطرحوا على النقاش نعم كي يقول لك أحبادي الحريرة وهذا وكي عبدوا غير في رمضان أصبروا على أخوتكم والحمد لله المساجدنا غاد مثال وربي يرحمونا جميعا وربي يغفر لنا جميعا وحتى بعض الناس كيتكلموا في أماكن ذي الوضو هذه في الأيام العادي يودي عمي الطيب كتلقى تمزيق قريب شسويقها وش عمي الطيب الإنسان إذا كانت كتكلم لازموا صمت كانت كلموا في الغالاء كانت كلموا في شحو وميجات خرين كانت كلموا أن الوضو دخول في العبادة الدخول عند ربي العالمين فانسى الدنيا وانسى مشاكلها وهمومها وحتى هاد الناس جل اللي غايد يدخل للمسجد عافكم الله يجزيكم بخير وحد الرسال حتلق إما يقول لي ما تشلوا الهواتف راكين بعض الناس كيخليوا الهواتف بشغالهم كيلي كيزير منهم مقطع موسيقي كيلي كيزير الآدان كيلي كيزير سميتو وكيشووش على المصلين عافكم الله يجزيكم بخير هانا غادي نصولي عليها تشتير قاوة وشانا غادي نقدر نجاوبو ما غا نجاوبوش اللهم نطفي الهاتف ذي لي حتى نخرج مش نبقوا مع رب العالمين ونحسوا القرآن ونسمعوا بالقرآن ونتخشعوا ونحاول ما أمكد لمسو الخوشوع في صلاة دينا حنت تحضروه في العقول دينا والحمد لله ربي يوفقنا جميع للخير ويوفق المحسنين والمحسنات وكان شكور ذلك الناس اللي تبرعوا بهذاك الهواتف على هاد الناس راك يحسو راك يحسو هو الراديو هو الهاتف وهم ذلك العصيات اللي كانوا فرقوا الله يجزي يعمل لنا خير الجزاء كل طلاب إلا القلقة سهرية في هذه الإداعة الله يجزيكم عن لنا خير الجزاء ويحسو بكم معنا وقراب لنا وكتصلوا بنا مرة مرة وكتسولوا فينا الله يجزيكم عن لنا خير الجزاء الله يرضيكم سيرك وروفة وكتسلموا وكيسلموا وعليكم وحد الناس راوحة المجموعة دي الناس نبلغك سلام وما سيد الطيب وكيسألك الدعاء للأخت حاكمة زيتونية ولا سيد محمد بن الحاج ولا سيد طيب ولا سيد سعيد سيد سيد قبالت وكيسلم عليك وكيسألك واحد دعوة الخير وجميع في إخوانتهم في سلطة المحلية كيسلم عليك بدون سيدنا الله يوفق الجميع ونقرأ لك شي باركة دي القرآن والدعم للطيب الله في هذه الأمور يكون على هذه الإدعاءة مدربي ورحمة وبركة من شاء الله يوفقنا ربي لما يحبه ويرضى يا ربي كريم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبستت الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله العديد حتى لا نطيع المستمعين والمستمعات لمن ورايا باش نخليوا لهم لوقتي شوية والله يجزي بخير والدعمي الطيب حتى لا نسى شجرة أمل المكفوفين باش نكونوا الحمد لله راكاً لقوا في أستاذ الكبير والحمد لله بغينا الناس يشجعونا ويدعموا هذه القناة نزيدوا بها شوية لقدام الله يجزيكم وسمحوا لنا الله يجزيكم بخير بارك الله فيك ندخلوا لبيوت دياركم بدون مسلأ المستمعين ندخلوا لبيوت دياركم يسمحوا لنا الله يجزيكم علينا خير الجزاء والله يوفق الجميع لما يحب وارضا وكان بغي نشكر واحد للأخوات هؤلاء من أهل الإحسان للأخت بشرة من فرنسا وللأخت بزية من الدار البيضاء وللأخت من أهل مراكش الله يجزي علينا خير الجزاء أتعبات معنا مسكينا جاءت حتى لعندنا هنا ومشينا لعندها الحمد لله وربي يوفق وربي يسخر الجميع الله يوفق الجميع لما يحب وارضا وكان الأخت ظاهرة من محمدية كانت من الأبد إلى الشفاء العاجل يا رب وللأخت فاطم الزهرة كانت من الزوجة الأخذية كانت من الأشفاء العاجل وكل من استوصن بالدعاء الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه ويدخل عليه هذا الشار بالرحمة والمغفرة والغفران يا رب وحتى المطل عليكم وكان شكركم والسيد الطيب والله يوفقكم والله يوفق المحسين المحسين لفعل الخيرات بارك الله وفيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك أخي عبد الإله من إقليم بن جرير عبد الإله ومن ذوي الإحتياجات الخاصة ولحتك يتكلم بأريحية رغم أنه يالله اخرج من واحد الأزمة الشديدة جدا الزوجة ديالو وهي حامل بتوأم في الثلاثين من عمرها توفيت وخلت لي جوجو لدات اللي هما يا باقين صغار أحدهم عنده إعاقة حارك والتاني باقي صغير عنده ست سنوات واللي كي لمول ست سنين واللي دي بالان محمل المسؤولية واللي كيش تبديهم واللي كي نوضهم واللي كي حل بيبان واللي كي حل بوطا والسعب الإله توفت الزوجة ديالو تقريبا ديو حوالي شارونس تقريبا كان بكاء عميق ولكن القد تآزر من طرف الأصدقاء ديالو ومن طرف المحبين ديالو والإخوان المكفوفين المكفوفات من جميع أنحاء المغرب القد تآزر الحمد لله وملأ قلبه بالقرآن وبالذكر وكي تكلم الشتود بلأكي تكلم كأن الشيء لم يقع والله يرحم المرحومة كانت مصبارة مسكينة ومشت شهيدة وفي بطنها توأم في الشهر الثامن والله يرحم وصع الله الرحمات وكان نشكره كل هاد الناس اللي فعلا يكونوا حد نوع المساعدة الناس المكفوفين اللي تحصل على هواتف نقالة وعلى عصي ذكية في الإضاءة وعلى أشياء أخرى بإذن الله وانتمنى إن شاء الله هذا الشيء يكتر حتى عم جميع المكفوفين بدون استثناء بإذن الله كنشكرك أسدية عبدالإله وكنعلق على الكلام اللي قلت فعلا أن بعض الناس سمعوا بك يقول لك هذا رمضان عبد الحريراء يلا كي بدون بشهر المساجد هو طبعا رمضان ليس كبقي شهر السنة رمضان هو موسم موسم للعباد أو الطاعة طبعا المساجد غدتكون ممتلئة على خلاف الأيام العادية غدتكون ممتلئة عن آخرها والنساء غدتكون كمشوا بكثافة إلى بيوت الله والمبادرة الحسنة كتكتر في رمضان موائد الإفطار وكتكون قفة رمضان وكي يكون تبرع بالدم وكي يكون الحمد لله الندوات وكتكون المسابقة القرآنية لأن هذا موسم هذا موسم العباد أو الطاعة فلنك يقولون لنا هذور رمضانيين وعباد الحريرة وكذا هذا كلام ما نسمعوا له احنا غدي في طريق طريق هو طريق العمل العمل ثم العمل ثم العمل لأن الوقت قسر وغده غدي سالي وغن ندمه كان شور غساب إله من اللي شرطي إلى الناس اللي كي مشوا في أماكي الوضوء كي بقوا يتكلمه طبعا هو لا مانع أن الإنسان يتوضى ويتكلم بكلام خفيف شيء إشارة وعد تسو لك سؤال قال لك بغيت هادي في نية هادي تردع له لكن من اللي كنكون في الوضوء لقد دخلت في رحاب العبادة خسيني كن خاشع لما كنغسل الديا كنتفكر يدي أجدارو كنغسل وجهي كنتفكر عيني أشافو وإني أسمعو لساني باش تكلم وأنا كن توضى كنستشعر أنني في عبادة ما ما خسيني نتكلم في قضايا كي توضى وكي تكلم في الكرة كي توضى وكي تكلم في غلاء الأسعار كي توضى وكي تكلم في شيء قضية دنيوية يعني لا يليق هو الكلام هو لا ينتقد الوضوء ولكنه من سوء الأدب مع الله تعالى من اللي كنتوضى نمسك لساننا لكن لا حرج كانت شكل مخفيفة هنا أو هناك نقولها ما كن بس ووجدت بأيضا إلى قضية المساجد الحمد لله بلآن هذه الليلة بدأت على التراويح وكي وقع الإزعاج بالهاتف النقال كل واحد فينا إلا عنده هاتف أو هاتفين أو ثلاثة ولا نسى الهاتف النقال في المسجد لا كي وقع واحد نوع من ضجيج فجميل كي لقوا بعض المساجد كي وضعوا واحد لافتة تنبيه كي يقول لك أرجوك اغلق هاتفك النقال واتصل بالرحمن تصل بالله فهذه فرصة نذكر بها أنفسنا من نبخل ندخل الجامع نغلق الهاتف أو نرع الأقل مضافيون حتى لا أزعيج الآخرين ومن ليسا لك تعديك أن تتشيبه كلام وهم غد يلقى إن شاء الله تعالى نجاوب علىه في الوقت المناسب دينا وكان شكره السعب الإله اللي قرى لنا هاته الصورة المباركة دي الواقعة كان مغين نقول الأحباب الكرام أي واحد كي يشعر بالفقر أو كيشعر بالحاجة أو كيشعر بالقلة دي اليد أو عنده ديون يقرى الواقعة بالليل يقرها بالليل وربي عز وجل لغي يجب لي الرزق بالنهار السعب الإله هاته اللي قرى للواقعة راك يقرها كل ليلة وعنده وليده صغير ستسين ونص عنده حفظها له وربك يكرم سبحانه وتعالى ربي يفتحها بالرزق فأسأل الله تعالى أن يديم الرزق على الجميع وكان حيك السعب الإله على هذه المنظومة اللي قلتها في حق إداعة ميد راديو من الصباح إلى المساء جميع البرامج اللي هي دينية وهي إخبارية وصحية وترفيهية والشؤون المطباق والشؤون القانونية والشؤون النفسية والشؤون الصحية يعني مواضع متعددة والفضل بعض الله سبحانه وتعالى يعود إلى القائم على هذه الإدعاء الشريف مليحم الشرعي صاحب القلب الكبير وصاحب العقل المنير وصاحب السخاء والعطاء الرجل الفاضل الرجل الكريم نسأل الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية اللهم أمين يا ربي كريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتحية كبيرة للشريف مليحمد المدير العام لإدعالي ومشرف العام ومنسوش الذي واكب السير اليومي بدقة هي الشريف الأستاذ للفاطم زرجدي لكن حيوها من هذا المقام بفضل قلبها الكبير ورؤيتها المستنيرة والدقيقة والمواكبة اليومية واحترق جميلة جدا تخلي الناس يشعروا بأن هي الأخت الكبرى والفرحة والسرور نسأل الله تعالى أن يديم علينا الفرحة والسرور لأن في هذا رمضان المعظم كنا في الإدعاء نجتمعوا مع الطاقة من كلهم وده هو واحد التجديد خاص ببرنامج رمضان ليالي وأيام رمضان إداعة ميد راديو فيها الجديد وفيها المواكبة وفيها اليومي وفيها ملامسة هموم الناس والبحث عن مصالح الناس إن شاء الله تعالى والله يبارك في الجميع ونواصل أيها الأحبة الكرام اللحظة سنتحول إلى أين سنتحول المكناس معنا للا حسنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك ورعاك بنتي أيها قتلك لا إله إلا الله بنتي لا إله إلا الله وخا بنتي بإذن الله وخا 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 المشكلة ده عندي خرجت لي واحد المسيسة عساني في العملية وعندي واحد عمرت آخر دي الروماتيزم عندي عندي الهرومان دي ال واحد الهرومان ما يشيهاج من المفاصل دي الدي دي الدي يجمع دي كل عدم لا إله إلا الله يعني عندي واحد وخص لارد واحد ويضي يجيني من ضرر يعني كل سيما نقل دك واحد ليبرك لا إله إلا الله يا رب يا ربي يا ربي بنتي حسناء الرقم جلك في الأخر في 92 ياك في 92 أيها واخذت رقم جلك بنتي حسناء الله يفرج عليك واخذك باخرة قريبنا أمني نشوفك وأمني نغضر معك الله يحفظك بنتي أنت واصل معك إن شاء الله وربي يفرج عليك وربي يسخر ليك الخير وشافيك مولنا أمين يا ربي أمين شافي جميع المسلمين فد العباشر يا رحمة يا رحمة شكرا لك بنتي حسناء واخذة بنتي أنت واصل معك بإذن الله الله يشافيك ويعافيك ويدويك يا رب لا إله إلا الله رب كبير سبحانه وتعالى وسبحان من سخر هذا لهذا ولو أن البرنامج دينا لا يدخل في مجال المساعدة الطبية لأن البرنامج المساعدة الطبية عنده وحد قانون خاص في وحد الموافقة من الأمن العمى الحكومة وعنده وحد مجموعة للتدابير ولكن نحن غير مرة مرة نحاول ما أمكن أن بعض الحالات اللي هي عسيرة كنحاول من باب الرحمة من باب الإحسان ومن باب للتأذر الله يشافيك بنتي ويحفظك ويرعاك ويبرك فيك وأنقلك بنتي في انتظار إن شاء الله ربي سبحانه وتري يسخر لك هذه الأسباب وإدري التحاليل وإدري العلاج بغيتك بنتي كل ليلة إن شاء الله قبل أن تنامي هتأخذي واحد لإناء دير الماء واحد الكس دير الماء ولا قرع دير الماء وقرأ فيها بصوتك سورة الفاتحة اقرأيها سبع مرات اقرأيها بنية الشفا لأن القرآن الكريم يقرأ بنية مختلفة هناك من يقرأ القرآن العظيم بنية التعبد لأخذ الأجر للتلاوة وهناك من يقرأه بنية التفكر والتدبر وهناك بنية مختلفة ولكن هناك نية الاستشفاء نقرأ بنية الشفا لأن القرآن الكريم لما قرأ له وماء زمزم لما شرب له الفاتحة ليسمتها الشافية والعافية والكافية نحضر النية بقوة ونقرى الفاتحة سبعة مرات وذلك الماء كيتحول إلى طاقة استشفائية وحينما أشربوه وكيمشي في الدات ديالي كيمشي مع العروق كيمشي مع الجهاز العصبي كيمشي مع جميع الأجهزة وكيبحث على المكان في الكين الداء هذا الهورمون اللي ناقص أو هذا الطرف من الحم اللي هوية فيه الآذاء أو فيه الميكروب أو فيه كده هذا الماء يبقى ينحدك ينحدك المكان ديال الداء ويخرج الأذاء مع التبول كنكرر العملية كل ليلة كل ليلة فيها أجر وتواب وربه الشافي الله يشافيك ابنتي الله يمتعك بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم أمين يا أكرم الأكرمين حب الكرام في ختام حلقة هذا اليوم نحمد الله تعالى ونشكره أن وفقنا وإياكم جميعا لإدراك هذا الشهر الفضيل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان نحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة لا إله إلا الله نحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحمد الله تعالى أن جعلنا مسلمين ونحمده تعالى أن مدى لنا في العمر ورزقنا القوة والاستطاع لصيام رمضان فقد أدركنا رمضان ونحن إن شاء الله تعالى سوف نقوي عزيمتنا لكي نكون في هذا الشهر في المستوى للعباد والطاعة صياما وقياما وتلاوة قرآن وبدلا وإخلاصا وإحسانا وجودا وكما على قدر ما نستطيع وربنا سبحانه وتعالى سوف يبارك فاللهم لك الحمد يا رب العالمين أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد يا رب العالمين أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق آتية لا ريب فيها يا ربي كريم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مننا يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك يا ربنا من شر ما استعادك منه نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا رب العالمين احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم وفقنا لصيام رمضان اللهم وفقنا لصيام رمضان اللهم وفقنا لقيام ليليه يا رب وفقنا للقيام في المساجد مع الأئمة اللهم وفقنا لتلاوة القرآن اللهم يسر لنا ختمات في هذا الشهر الفضيل اللهم وفقنا لحضور مجالس الذكر والمذاكرة مع الصالحين والأخيار والأبرار اللهم استعملنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا ممن يسعون في الخيرات واجعلنا ممن يوسعون في الخيرات اللهم ارزقنا القوة والمدد من عندك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعود بك من كل شر خزائنه بيدك نسألك اللهم صحة في إيمان ونسألك اللهم إيمانا في حسن خلق ونسألك اللهم نجاحا يتبعه فلاح ونسألك اللهم رحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك حسنت خلقتنا فحسن خلقنا اللهم حسن خلقنا يا رب العالمين اللهم وكفنا بحلالك عن حرامك اللهم وكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا رب اغننا بفضلك عن من سواك اجعل أيدينا هي العليا بالعطاء ولا تجعلها يا رب هي السفلة بالاستعطاء اللهم اغننا من عندك اللهم اغننا من فضلك اللهم اغننا من بحر كرمك وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد يا ذا الأمر الرشيد نسألك اللهم أن تجعلنا من المقربين الركع السجود المفين بالعهود اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب اعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر وارزقنا رحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا دا الجلال والإكرام اللهم إن نسألك في أول ليلة من ليالي رمضان اللهم أعز الإسلام وهد المسلمين اللهم أعز الإسلام وهد المسلمين اللهم أعز الإسلام وهد المسلمين نسألك اللهم بنور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا اللهم إلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عننا اللهم ارزقنا تلاوة القرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عننا يا بديع السماوات والأرض يا دا الجلال والإكرام نسألك اللهم بنور وجهك أن تنور بكتابك أبصرنا اللهم نور بكتابك القرآن العظيم أبصرنا اللهم أطلق به ألسنتنا اللهم أطلق به ألسنتنا اللهم فرج به عن قلوبنا اللهم اشرح به صدورنا اللهم استعمل به أبداننا اللهم يا ربي يا كريم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تتولانا بعنايتك ورعايتك وتجعلنا من أهلك وخاصتك نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشغادة ونسألك اللهم الرضا ونسألك اللهم القصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء ونسألك اللهم لدة النظر إلى وجهك العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آتي أنفسنا تقوها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رحمن يا رحيم اغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين يا دل جلال والإكرام يا دل جلال والإكرام يا دل جلال والإكرام بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين